اشتركوا في القناة القمر موجود في الدلو في منزلة سعد الأخبية وهي للحماية والضرر والضفر والعقد أما تأثير القمر على كافة الأبراج لما بيكون موجود في الدلو بنشعر الآن بحاجة ماسية للتغيير الروتين هو عدو هذه الوضعية بنكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا منرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر منه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا أو شراء جهاز استيريو أو تلفزيون أو جهاز إلكتروني وتجربة طعام الجديد أما بالنسبة للزوايا الفلكية خلال هذا النهار أول زاوية رح تكون زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر والزهرة رح تكون تقريبا يعني في تمام الساعة 9 و19 دقيقة قبل الظهر بتوقيت جرينيش بتتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاؤهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي تقريبا آخر زاوية زاوية التربيع سلبية رح تكون بين القمر والشمس وهي بتعني أنه هذا الربع الأخير للقمر خلال الفترة اللي هي الدورة القمرية ورح تكون هاي في تمام الساعة 2 ودقيقتين بعد العصر بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقتنا مع الآخرين بعد هاي الزاوية مباشرة يعني الساعة 2 ودقيقتين بعد العصر بصير خلو المسار ورح يستمر طبعا لغاية الحلقة القادمة ولغاية ما بعد منتصف الليل يعني رح نذكر اليوم ورح نذكر في حلقة الغد لغاية الساعة 1 و24 دقيقة فجرا وهذا بعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الحدث اللي رح يصير في أثناء خلو المسار هو تراجع كوكب المشتري اللي طبعا كوكب المشتري رح يتراجع في برج الجدي ساعة 2 و32 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيش طبعا تراجعه مش شيء إيجابي يعني شيء سلبي تراجع أي كوكب دائما شيء سلبي عند لما ببدأ كوكب المشتري بالتراجع وهو كوكب الحظ بنشعر بفقدان الحماس وبيخف تفاؤلنا وممكن يحصل تعطيل في مجال أو مجالات اللي بتناولها هذا الكوكب مثل النشر الصيرفة أمور البنوك يعني الدراسة الجامعية الأمور الفلسفية والدينية ترحال وخاصة لما سفات بعيدة يعني من لها في تعطيل كثير بتصير على هاي الأمور في فترة تراجع كوكب المشتري يجب أن لا نعتمد على الحظ نهائيا بل بيتوجب علينا الاعتماد على أنفسنا لنحصل على نتيجة مرضية قدر المستطاع بتستغرق فترة تراجع الكوكب عادة أربع شهور يعني بمعنى آخر أنه هو رح يظل يتراجع من اليوم لغاية يوم اتناش تسعة طبعا التأثير هذا اللي أنا ذكرته هو تأثير على جميع الأبراج بمعنى لا يعتمدوا على الحظوظ وأنه في أشياء كثيرة مثل ما ذكرنا رح تصير بالنسبة للقمر حكينا أنه القمر في الدلو خلو المسار هو اللي حكينا عنه اللي رح يبدأ اليوم ورح يستمر لغاية حلقة الغد يعني احنا بنسميها أنه اليوم وبكرة يعني رح يستمر خلو المسار لغاية الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل لا ينتقل بعدها القمر لبرج الحوت عمر القمر طبعا القمر المربع 22 يوم في تمام الساعة 11 مساء بيصير عمره 23 يوم نسبة الإضاءة 50% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم 25 مزاجها ممتزج القمر في الدلو حتى 14 خمسة مزاجه ممتزج عطارد في الجوزاء حتى يوم 28 خمسة مزاجه ممتزج الزهرة في الجوزاء بتتراجع حتى يوم 25 ستة مزاجه ممتحس المريخ في الحوت حتى يوم 28 ستة مزاجه ممتحس المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 تسعة مزاجه ممتحس زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 1.7 مزاجه منتحس اورانوس في الثور حتى يوم 15.8 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتن في الحوت حتى يوم 23.6 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعاً لليوم الثاني بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا لأصدقاء منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة اطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران أهم شيء أنك ما تبقى وحيد حاول أنك أنت تلتقي بالناس أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور تقريباً يعني جيدة شيئاً ما هي روتينية ولكن برضو بتشحنك بطاقة إيجابية نفسيتك اليوم أحسن برضو ممكن اليوم تبتكر أشياء جديدة أو يخطر على بالك تعمل أشياء جديدة كسر للروتين أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد على مستوى الاتصالات وعلى مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالمال فعشان هيك ممكن اليوم تحصل أمور إلها علاقة بأموال تيجي من عمل إضافي أو مستردات مالية أو هدية أو هبة أما بالنسبة للبيت الثالث فهو روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على حسب طبيعتكم اليوم اتصالاتكم وتحركاتكم واهتماماتكم اللي عندهم امتحان طبعاً هسا ما في اعتماد على الحظوظ كله بده يدرس لأن الفترة هاي ما في داعي أنك تعتمد على الحظ في أي مسألة أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت يعني ممكن يصير فيه نوع من أنواع الضغوط اللي يعني بتكون عادة خلافات بوجهات النظر أو سوء تفاهم أو نقاش حاد بيكون من خلال البيت في بعضكو رح يتعرض لبعض الأعطال المنزلية أو اهتمامات بتكون منها إشي مربك إلى علاقة بالبيت أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي برضو شوي الأمور متأزمة عندك عاطفتك اليوم بالاتجاه السلبي عشان هيك يا حزن يا ذكرى معينة يا أما أنك بتعيش وهم معين يا بتتذكر حياة قديمة ألبوم صور أشياء من هذا القبيل حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية وما تستسلم لهذه الأمور في منكو ممكن يقلق أو يحزن على صديق أو أحد المعارف أما بالنسبة للبيت السادس فهو روتيني أيضا ما فيه أي شي لا إيجابي ولا سلبي يعني بتنجزوا أعمالكم على حسب طبيعتكم وبرضو اهتمامكم بالصحة بكون بنفس الصيغة أما بالنسبة للبيت السابع فهو أيضا روتيني فما فيه لا إيجابي ولا سلبي بيت الشراك المالي والعاطفية والبيت الثامن برضو روتيني يعني على حسب طبيعتكم فعشان هيك يعني بمعنى آخر أنه اليوم هذا روتيني بكل معاني الكلمة أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد اليوم بيدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالاتصالات أو القضايا القضائية أو الامتحانات الجامعية أما بالنسبة لبيتك العاشر جيد على مستوى بيت السمعة بيدعمك بشكل قوي فممكن اليوم تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة أو ممكن تلجأ لمعرفة أو زميل أو رئيسك بالعمل لمساعدتك في بعض الأعمال أما بالنسبة لبيتك 11 فكما ذكرناها في بداية التوقعات أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو ضاغط فعشان هيك منقول لك حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة وحاول أنك تراقب وضعك الصحي برج الثور بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر متاعب عائلية أو شخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسؤولية يعني هاي فترة صعبة أما بالنسبة للبيت الأول فبرضو نفس الإشي نفسيتك اليوم متقلبة يعني فيه نوع من أنواع الروتين ولكن شوي مشحون بطاقة سلبية ممكن تعصب أو الثور من أي تصرف أما بالنسبة للبيت الثاني يعني بعطيك بعض الفرص المالية اللي ممكن تساعدك في بعض الأمور يعني أمور إلها علاقة بالعمل الإضافي أو منحة أو هبة أو مساعدة أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايفه روتيني تقريبا فحركاتك اتصالاتك نقاشاتك كلها على حسب الطبيعة اللي أنت بتكون فيها يعني إذا كنت عصبي فبكون الجو عصبي وإذا كنت أنت طبيعي بكون نقاشك هادي وما في أجمل منه أما بالنسبة للبيت الرابع فهو ضاغط بشكل كبير اليوم عشان هيك ممكن يصير بعض ردات الفعل السلبية اللي هي علاقة بالعائلة أو متاعب عائلية أو خلافات أو نقاشات أو إشي ممكن يستفزك حاول أنك أنت تنجز العمال البيتية بدون عصبية أما بالنسبة للبيت الخامس بيت العاطفي فأنا شايفه روتيني تماما ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالنسبة للبيت السادس يعني في بعض الأشياء الإيجابية اللي بتساعدك في إنجاز بعض الأعمال المهمة وممكن اهتمام في شأن صحي أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالي والعاطفي برضو روتيني فما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايفه جيد بيدعمك بشكل منيح ممكن تحصل بعض الأمور المالية اللي إلها علاقة بالتحويلات أو معاملات بنكية أو إشيء العلاقة بالدعم الخارجي وفي منك رح يهتم ببعض المعالم مالات أو الحسابات الدقيقة أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض الأمور العلمية والفلسفية أو حتى النقاشات دينية اللي عنده امتحان جامعي بده يركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر يعني تقريبا زي ما حكينا في بداية التوقعات أما بالنسبة لبيتك 11 يعني شوي بعطيك نوع من أنواع الضغط في إشي بتعلق ببعض الأصدقاء بإشحنك بطاقة سلبية أو ممكن أحدهم يستفزك بنقطة معينة أو حتى إنه شوي يصير فيه سوء فهم ما بينك وبين أحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فروتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي عشان هيك إنجز الأعمال الضرورية وما تخليها تتراكم عندك وراقب وضعك الصحي مرج الجوزاء طبعا بتنشطوا لليوم الثاني في أمور إلها علاقة إما بأوراق سفر أو اتصالات بعيدة أو ممكن تشارك في حملة أو ورشة عمل ممكن تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بتتلقى بوجه جديدة أو أراء أو ثقافات مختلفة أجواء لطيفة بتحيط بحياتك في هذا اليوم وهذا إشي جيد عزز العلاقات الاجتماعية والعائلية الفترة هاي مثمرة على جميع الأصعدي أما بالنسبة للبيت الأول فأنت مشحون بطاقة إيجابية اليوم يعني نفسيتك أحسن وعندك برضو خيارات كثيرة وعندك رغبة أنك تنجز بعض الأعمال اللي لها علاقة بالنفسية أو بكسر الروتين أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد على مستوى الأمور المالية هو روتيني تقريبا ولكن أنه منحكي جيد بيدعمك في بعض المسائل المالية أو الاهتمامات المالية فممكن تحصل بعض الأموال اللي بتيجي من عمل إضافي ولكن بدك تتجنب المصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه أنت مزعوج في نوع من أنواع الضغط بأرقك أو نقاش معين ممكن يستفزك أو تدخل أحد أفراد الإخوة أو الأقارب في سلوكياتك أو في حياتك ممكن يستفزك ويوصلك لمرحلة عصبية حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية بدون ما تعصب أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف على مستوى البيت في نوع من أنواع الضغط شوي بأرق يعني علاقاتك العائلية أو بأزمها أو ممكن أنه ما تمشي الأمور مثل ما بدك أو بعض الأعطال أو أمور إلها علاقة بالاهتمامات البيتية شوي هيك تنجزها وإنت منرفز أو بدون نفس أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي روتيني تماما ما فيه لا إيجابي ولا سلبي على طبيعتكم بيتكم العاطفي بتعامل معاكم بالنسبة للبيت السادس يعني تقريبا بدنا نحكي نفس الشيء يعني بتنجز الأعمال بشكل روتيني ما فيه لا شيء جديد ولا هاد ولكن في ساعات المساء ممكن شوي أمورك الصحية أو يتراكم عندك بعض الأعمال أما بالنسبة للبيت السابع فالأمور جيدة بتدعمك بقوة العلاقة ما بينك وبين الشريك فيها توافق رائع خلال هذا اليوم ممكن يكون فيه مبادرة أو مصالحة بتجمع ما بينك وبينه أما بالنسبة للبيت الثامن يعني مستمع الأموال المشتركة برضو إله اليوم نصيب ممكن أنك تهتم بأمور إلها علاقة بالمنوق أو المصارف أو حتى بالعملات أو ممكن أمور إلها علاقة بالديون بتحاول أنك تجدولها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت التاسع مثل ما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت العاشر ضاغط عليك بيت السمعة فعشان هيك منقول لك ما فيه داعي لأنك تجازف أو تخالف القوانين أو تدخل بأي شيء مشبوه وما فيه داعي للتأخر عن دوامك أو أنك تدخل بأي خصام مع زميل أو مع رئيسك بالعمل أما بالنسبة للبيت 11 فرضو على مستوى الأصدقاء يعني بدك تحذر من بعض الأصدقاء اللي ممكن أنهم بيكيدوا لك أو بتآمروا عليك أو بيستغبوك بالخفاء وهذا إشي ممكن إذا عرفت فيه نرفزك ويعصبك فعشان هيك بدك تتقبل الأمر أو تشحن حالك بطاقة إيجابية اللي تتجاوز الصعوبات بدون حدية أما بالنسبة للبيت المتاعب وروتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك منقول لك انجز الأعمال الضرورية والمهمة وحاول أنك تنتبه لصحتك بشكل جيد برج السرطان بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة تم فرصة لمكسب من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة يعني بدكوا تدقيقوا بكل التفاصيل وتقرأوا العقود وتقرأوا الأمور هاي بشكل عقلاني وأكثر من مرة عشان ما ينضحك عليكم ما بناسبك إطالة الخلاف والزعل مع أي شخص حاول أنك أنت تسارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن تناقش موضوع إرث أو موضوع مالي أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور يعني نفسيا جيدة مش بطالة يعني ولكن ممكن في ساعات الظهر هيك يصير عندك شوي التقلب في المزاج حاول أنك تسيطر على حالك أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد على المستوى المالي فممكن اليوم اتلوح بعض الفرص المالية اللي لها علاقة بالعمل الإضافي أو يعني هبة مساعدة أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الثالث يعني جيد على مستوى النقاشات بتناقش بشكل روتيني اتصالاتك المعتادة مع أشخاص المعتادين ممكن اللي بيشتغلوا في مجال التسويق بس اليوم أنه تكثر عندهم الحركة أو الاتصالات أما بالنسبة للبيت الرابع فوضع البيت تقريبا مسيطر عليه لغاية ساعات المساء بعدين بصير فيه ضغط أو فيه نوع من أنواع العصبية بدك تدير بالك أما بالنسبة لبيتك الخامس البيت العاطفي برضو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على حسب طبيعتكم تتعاملوا مع الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس يعني بتنجزوا الأعمال الضرورية والمهمة بشكل روتيني وبرضو في منكو رح يهتم بشؤون صحية أما بالنسبة للبيت السابع السابع بيت الشراكي يعني المالية والعاطفية بيعمل نوع من أنواع الإيجابية فاليوم يا بصير مصالحة يا اتصال تفقدي يا نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن مثل ما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع ما زال ضاغط عليك فعشان هيك متوتر من شخص خارج البلاد أو تسمع خبر من الخارج هيك بزعجك أو في بعض الأمور اللي لها علاقة بالاتصالات البعيدة والسفريات أو التنقلات بتكون متعطلة أو ممكن ما تمشي مثل ما بدك أما بالنسبة للبيت العاشر يعني الأمور جيدة على مستوى بيت السمعة ممكن اليوم تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن يصير فيه نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو ضاغط على مستوى بيت العلاقات والأصدقاء ما ممكن حد يكون مترك أو ممكن أنت تقلق بشأن أحد المعارف أما بالنسبة لبيت المتاعف فهو جيد عشان هيك اليوم تقدر تنجز الأعمال الموكلة لإلك بشكل طبيعي وفي منك رح يسمع خبر جيد إلو علاقة بالصحة بصحته هو أو ممكن أنه كان تعبان بالفترة الماضية اليوم يتحسن وضعه أكثر أو ممكن أنه يهتم بصحة أحد الأحبة مرج الأسد طبعا اليوم بترغبوا في تدعيم شراكتكم يوم مناسب للقيام بعمل بيطلب منكم تعاون مع طرف آخر ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب باردة ما تنسى أو ما تتسرع في اتخاذ القرارات أما بالنسبة للبيت الأول فبما أنه القمر مقابلك معناته البيت الأول شوي متقلب على المستوى النفسي فعشان هيك بتلاقي حالك أنه ما عندك نفس أو ما في خلق أو هيك يحاب أنك تنزوي على نفسك تكون لحالك تبعد عن الضجة والأشخاص اللي حواليك بسبب أنه هذا الوضع دائما بيكون ضاغط أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد يعني ممكن تحصل بعض الأموال أو تهتم في بعض المسائل المالية ممكن بعضك يحصل على بعض الأموال بتيجي من عمل إضافي أو نوع من أنواع الدعم ولكن في الغالب بتكثر المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث جيد على مستوى النقاشات والاتصالات بساعدك في يضاح وجهة نظرك وفي منكو رح يهتم بأمور إلها علاقة إما بالسيارة أو بالأجهزة أجهزة التليفونات أما بالنسبة للبيت الرابع وضع البيت هادي جدا مطمئ مسيطرة على الأمور بشكل جيد ولكن إذا كانت طبيعتك أو طبيعة الشريك هي بتخلق المشاكل فأكيد أنه رح يكون فيه مشاكل في البيت بس إجمالا فلكيا هو دعمك على مستوى البيت أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي روتين كامل يعني على حسب طبيعتك أو طبيعة الحبيب ممكن أنتوا اليوم تتواصلوا مع بعض أما بالنسبة للبيت السادس اليوم جيد على مستوى العمل بتقدر تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفيه منك رح يهتم بشؤون صحية رقابية أو يعني أشياء لها علاقة بالأدوية أو المكملات أو الرياضة حتى أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف أنه فيه ضغط يعني بيسبب لك نوع من أنواع التوتر إلى علاقة بالشراكة شراكة مالية وشراكة عاطفية يعني بدك تدير بالك مع الإشي اللي إحنا ذكرناه في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت الثامن فهو ضاغط على مستوى الأمور الأموال المشتركة فعشان هيك اليوم يا أما أنه بتنزعج من أمور مالية يا بتفكر بحل الضغوطات اللي موجودة عليك اللي إلها فترة طويلة يا أما أنه أنت قلقان من شأن مالي قادم أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو نقاشات أو مواضيع فلسفية أو دينية أو حتى امتحانات ممكن تكون بشكل جيد امتحانات جامعية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأمور جيدة على مستوى بيت السمعة ممكن تتعزز سمعتك أو تدافع عن سمعتك خلال هذا النهار أو ممكن تهتم في بعض الأعمال بتعاون مع زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 ما زالت الأمور ضاغطة على مستوى بيت الأصدقاء فممكن أنه خذلان من أحد الأصدقاء أو تأجيل الموضوع أو أنه ممكن أنه طلبت شيء وما تلبى لك بالفترة فهذا إشي بستفزك أما بالنسبة لبيت المتاعب يعني بتقدر تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وبرضو الاهتمام بشؤون الصحية شؤونك أو شؤون أحد الأحبة ممكن يكون واضح خلال هذا اليوم برج العدراء طبعا بيبدأ العمل بتراكم عندكم تدريجيا إنجزوا فقط ما بوسعكم دون المبالغة في ذلك بدكوا تنتبهوا لغذائكم وراحتكم ما تسمح للواجبات بالتزامن ولا بتراكم كون أكثر تنظيما وأحسن الإدارة اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضع صحي خذ قسط كافي من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الضلب أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايفه تقريبا متقلب خلال هذا النهار على المستوى النفسي فعشان هيك بتلاقي حالك بأكثر من مزاج خلال هذا اليوم يعني لحظات بتكون جيد لحظات منفعل لحظات معصب لحظات بدك تقعد لحالك لحظات بدك تختلط يعني هذا التقلب بيسبب لك نوع من أنواع الإرباك لأنه فيش إشي هادئ أو ثابت أما بالنسبة للبيت الثاني فهو يعني بيحمل لك بعض الفرص اللي إلهي علاقة بالأمور المالية أو حل مسألة مالية ممكن تحصل على بعض الأموال اللي بتيجي من عمل إضافي ولكن بالمقابل بتكثر عندك المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث مزاجك اليوم شوي يعني فيه نوع من أنواع الحدية فممكن أنت ما بتتحمل أو زي ما بقولوها خلقك ذيق فممكن تعصب أو تحتد لأدفه الأسباب أو لنقاش ممكن يعني شوي يستثيرك أو يستفزك أما بالنسبة للبيت الرابع فعلى مستوى البيت الأمور جيدة ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بدعمك بشكل قوي ممكن تحقق نوع من أنواع المصالحة أو تنجز بعض الأعمال المهمة البيتية أو العائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد على مستوى العاطفة فعاطفتك اليوم شوي لها أثر واضح عليك عشانك ممكن أنك أنت تعمل اتصالات مع الحبيب أو تلاقي أو اهتمام بأحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكة المالية والعاطفية فهو روتيني تماماً ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي والبيت الثامن بيت الشراكة المالية أو بيت الأموال المشتركة نفس الإشي روتيني فهو على حسب طبيعتك أنت بتتعامل أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن الاهتمام ببعض الأوراق القانونية أو المعاملات أو العقود أو النقاشات أو المراسلات الخارجية أو بتكثر عندك الحركة اليوم لأكثر من اتجاه أما بالنسبة للبيت العاشر يعني شايف الأمور جيدة برضو على مستوى بيت السمعة بتدعمك بشكل قوي وجيد ممكن اليوم برضو تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن يتوكل لك عمل جديد يعني كان صعب في الفترة الماضية أن يتوكل لك ولكن اليوم حان وقته حاول أنك مات أجله وحاول تهتم فيه لأنه يعني زي مثابة امتحان ليلك أما بالنسبة لبيتك 11 يعني بيت الأصدقاء والعلاقات ما زال فيه نوع من أنواع الضغط فممكن صديق أو معرفي ببترك أو بعصبك أو ممكن تقلق بشأن أحد المعارف أو ممكن تطلب شيء من أحد المعارف ويأجل الموضوع للفترة القادمة أو يعتذر أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو روتيني يعني بتنجز أعمالك الضرورية والمهمة بشكل اعتيادي روتيني وفي منكه رح يهتم ببعض المسائل الصحية إلو أو لأحد الأحبة أو الأقارب برج الميزان بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباءكم وقضاء وقت ممتع معهم فترة مثمرة وإيجابية بتستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات باستطاعتك المبادرة الظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة أو لتكرار المحاولات أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور جيدة على المستوى النفسي يعني تقريبا مستقرة الأمور النفسية عندك مشحون بطاقة إيجابية أو بتلاقي حالك اليوم هيك شوي مرتاح أو فيك إشي متغير أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى الأمور المالية وممكن تنجز بعض الأعمال المالية خلال هذا اليوم أو يكون عندك اهتمامات مالية معينة أو مصاريف زيادة حاول أنك تهتم فيها بشكل جيد اللي عندهم اليوم عمل يعني ممكن يحصل بعض الأموال من عمل إضافي أو نوع من أنواع الهدية أو الهبة أو المساعدة أما بالنسبة للبيت الثالث ما بنصحك بأي نقاش خلال هذا اليوم لأنه ممكن تحتد أو تتوتر أو تعصب بسهولة أو سهل استفزازك حاول أنك تطنش وما تسأل أو أجل المواضيع أو خلي حالك مش سائل لأنه الأمر مستفز أما على مستوى الاتصالات فعندك اتصالات كثيرة واهتمامات بأشخاص وممكن المراسلات برضو تكون ظاهرة على الساحة في منك رح يهتم بأمور إلها علاقة إما بسيارة أو بجهاز تليفون أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت برضو الأمور جيدة دعمتك بقوة ممكن أن اليوم يعني يكون فيه اجتماع أو لمة أو مناسبة معينة أو تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تحل بعض المسائل العائلية والبيتية كان صعب أنك أنت تحلها بالفترة الماضية أو تهتم ببعض الإنجازات أو الاهتمامات البيتية أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس يعني تقريبا بتقدر تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة ولكن عندك قلق على إشيء العلاقة بالصحة أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكة المالية والعاطفية وبيت الأموال المشتركة اثنين تقريبا روتونيات ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على حسب طبيعتكم تتعاملوا مع الأزواج وعلى أموركم المالية أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة المسائل العلمية أو امتحانات أو دراسة جامعية أو أوراق قانونية كلها هاي إيجابية وبتدعمك بقوة في منك رح يتلقى اتصال جيد أو خبر منه بعيد أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى بيت السمعة يعني بيدعمك بقوة ممكن تدافع عن سمعتك بشكل جيد وفي منك رح ينجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيتك 11 يعني ضاغط شوي على مستوى بيت الأصدقاء والمعارف فممكن شوي هيك تنخذل من صديق أو من معرفة أو إنه ممكن يصير إشي يزعجك أو تقلق بشأن أحد لأصدقاء أو المعارف أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار أو في منك رح يقلق أو يتوسوس بشأن موضوع صحي برج العقرب بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم بتجدوا نوع من أنواع التعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للإهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها لا تفقد الاتزان ثق بالأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصاريف إضافية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف المستوى النفسي برضو اليوم متقلب حاسس حالك تعبان مذايق مش مرتاح حابب أنك تقعد لحالك تأخذ راحة لحالك يعني شوي في ضغط نفسي موجود كبير عليك اليوم هذا أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد على مستوى الأمور المالية يعني مسيطر على الأمور أنت صحيح أنه ما فيها الفرص الكثيرة ولكن ممكن يجيك دعم أو مساعدة أو حتى لو معذرة من شخصك أنت يسألك أنت بحاجة لبعض المصاري بحاجة لمساعدة يعني ممكن تصير هاي الأمور خلال هذا النهار ولكن قلل من مصاريفك إن دعت الحاجة أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات والتنقلات والنقاشات فاليوم مزاجك رائع للأمور هاي فممكن تتواصل مع الأشخاص اليوم أو ممكن تهتم في أمور الهلاقة بالسيارة أو بالتليفون أو بالدراسة أو بأحد الإخوي أو بأحد الجيران أما بالنسبة للبيت الرابع فهو كما ذكرناه في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد على مستوى الأمور يعني اللي إلها علاقة بالعاطفة يعني تدعمك شوي ولكن أنت بطبيعتك اليوم روتيني على مستوى العاطفي يعني ما عندك الشغف الكبير في الأمور العاطفية أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور على مستوى العمل والصحة ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية كشكل روتيني وممكن تهتم في شؤون إلها علاقة بأوجاع أو تعب صحي إشي هيكي عارض يعني تهتم فيه بشكل مباشر أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى بيت الشراكي فممكن اليوم يصير فيه نوع من أنواع التواصل أو التقارب ما بينك وبين الشريك وممكن تحلوا بعض المسائل اللي كانت عالقة أما بالنسبة للبيت الثامن فعلى مستوى الأموال المشتركة برضو في إلك اهتمامات اليوم ممكن تهتم بحوالي أو بأمور إلها علاقة بالبنك أو بأشياء إلها علاقة بالمصاريف بأموال ما بتعود لك زي جمعية فواتير أشياء زي من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد بيدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن اليوم تتلقى خبر أو اتصال من بعيد يعني يسعدك شوي وفي منك اللي عندهم امتحانات جامعية بدهم يركزوا بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة جيد برضو بيدعمك بقوة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة اللي إلها علاقة بمكان عملك أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء مازال في نوع من أنواع الضغط بوترك أو بعصبك أو ممكن يعني هيك تشعر ببعض الخدلان من أحد المعارف أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو روتيني فعشان هيك منقول لك إنجز العمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار ويهتم بشؤونك الصحية وحاول تأخذ قسط كافي من الراحة برج القوس بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم ممكن حد يخرج اليوم في نزهة قصيرة أو تنقلات هيك عابرة وبيكون عندكم تعامل مع أخ أو جار تتمتع بسرعة بديهة وخاطر باستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جديدة لتفسير مشاعرك وتبرير مواقفك ممكن تنشط اليوم بالتنقلات والاتصالات بغير عن المعتد أما بالنسبة للبيت الأول فهو جيد بيدعمك على المستوى النفسي نفسيتك أحسن يعني حاسس بنوع من أنواع الراحة أو الاستقرار أو عندك هيك حابب تعمل نوع من أنواع التغيير أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد بيدعمك على المستوى المالي فممكن تحصل بعض الأموال اللي بتجيك من عمل إضافي أو من أشياء لها علاقة بالمستردات المالية أو نوع من أنواع الدعم أو الهبات أما بالنسبة للبيت الثالث فكما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت الرابع عمستوى البيت الأمور الروتينية يعني على المستوى الرابع والخامس يعني عمستوى البيت وعمستوى العاطفي تقريبا روتينيات بتتعامل على حسب طبيعتك بتنجز الأمور على الطبيعة اهتماماتك روتينية ما فيه أي شيء أما بالنسبة للبيت السادس جيد على مستوى العمل فبتنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار ممكن تحصل على شيء مميز وفي منك راح يهتم ببعض الشؤون الصحية الإيجابية أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالي والعاطفية جيد بيدعمك بقوة وممكن اليوم يصير فيه نوع من أنواع التفاهم أو المصالحة ما بينك وبين الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن بيت الأموال المشترك جيد بيدعمك برضو بشكل جيد فممكن تحصل على بعض الأموال أو تهتم في بعض المسائل المالية أو ممكن يكون فيه عرض معين من شركة معينة أو اهتمام في بعض المسائل اللي ممكن تجيب لك مردود مالي جيد أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام في بعض المسائل العلمية والفلسفية أو النقاشية وفي منك ممكن يهتم في امتحان أو أوراق قانونية أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى بيت السمعة فبيدعمك بقوة وممكن يصير فيه نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت المتاعب بيت الأصدقاء يابل ما نصل لبيت المتاعب برضو جيد بيدعمك بشكل ممتاز رغم أنه في ضغوط لها علاقة بالأصدقاء إلا أنه أنت متجاوز يعني مكبر راسك أو مكبر دماغك مش مقلك حالك كثير بمسائل الأصدقاء بالفترة هاي لأنه بهمك أشياء عملية بتخصك أنت أما بالنسبة لبيت المتاعب فشايفه أنا روتيني تماما يعني منقول لك حاول أنك تنجز العمال الضرورية والمهمة حاول تهتم بصحتك بغذائك حاول أنك تأخذ قسط كافي من الراحة ما تجهد حالك كثير برج الجدي تم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك احذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالج استحقاقات مالية أهم شيء أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال دقق بالتفاصيل ممكن تطمئن خواطرك نوعا ما وتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم شيء أنك تتفائل أما بالنسبة للبيت الأول فنفسيا أنت أحسن اليوم برضو مشحون الطاقة إيجابية ممكن أنك اليوم تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة تبتكر إشي جديد هيك يغير من مزاجك بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الثاني فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثالث يعني بتغلب عليك الاتصالات والتنقلات اليوم عندك اهتمامات بالنقاشات أو بالتسويق أو في أمور إلها علاقة بالدراسة أو الاهتمام بأخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأمور الروتينية على المستوى البيت فعشان هيك بتنجز الأعمال الضرورية والمهمة خلال أعمال المنزلية المعتادة الروتينية ولكن ممكن تظهر بعض المصاريف الطارئة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي جيد بيدعمك بقوة فممكن نوع من أنواع التواصل الإيجابي ما بينك وبين الحبيب خلال هذا النهار اللي يعمل نوع من أنواع التقارب ما بينكم وممكن تهتم بمسألة بتتعلق بالحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور معني جيدة بتقدر تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وممكن يوكلك أمر معين أو تنجز عمل معين اليوم أنت تكون مبسوط أنك أنجزته برضو راقب وضعك الصحي بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايفه روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بتتحرك عاديك على طبيعتك أما بالنسبة للبيت الأموال المشتركة برضو نفس الأشي شايفه أنا روتيني فعشانك ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على حسب طبيعتك بتهتم في أمور الأموال اللي ما بتعود لك أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات أو الأمور اللي بتحكي مع أشخاص خارج البلاد أو مراسلات أو بريد أو اهتمام بتنقلات كثيرة أو ممكن أوراق قانونية أو معاملات أو شخص له علاقة بالدراسة الجامعية أو الامتحانات أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى بيت السمعة تدعمك بقوة ممكن أنت اليوم تدافع عن سمعتك أو تحرز إنجاز يثبت من سمعتك وفي منك رح يتعامل مع زميل في العمل أو رئيسك في العمل أما بالنسبة لبيتك الـ 11 بيت الأصدقاء فما زالت الأمور شوي فيها نوع من أنواع الضغط إما خيبة أمل أو أنك ميخذ على بالك من تصرف صديق أو مثلا أنه حاب أنك أنت تبعد شوي أو ممكن يزعجك أمر معين بتعرض له صديق أو معرفة أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد فعشان هيك اليوم أنت صحتك أحسن مع نوياتك أحسن مشحون الطاقة إيجابية وعندك قدرة لإنجاز كثير من الأعمال وهذا بالنسبة لإلك جيد جدا برج الدلو طبعا اليوم أحسن كمان من اليوم الماضي يعني اليوم مشحون أنت بطاقة أكثر هاي الفترة أفضل من سابقتها بتعيد لكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بحكمة وواقعية للأمور ممكن تشتد عزيمتك وترتفع المعنويات وتستعيد سيطرتك وتحقق نجاح باهر خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور برضو على المستوى المالي فيها بتحملك بعض الانفراج أو بشرة أو خبر هيك بيحمله بنوع من أنواع الانفراج للفترة القادمة فيه منك رح يحصل على بعض الأموال اللي بتيجي من عمل إضافي أو نوع من أنواع المساعدات أما بالنسبة للبيت الثالث عندك رغب اليوم بالاتصالات أو التواصل أو التنقلات أو الحركة وفيه منك رح يهتم بأمور إلها علاقة بأخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأمور برضو جيدة يمسيطر على الوضع في نوع من أنواع الدعم الإيجابي بمشحون بطاقة إيجابية بتقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تهتم ببعض المسائل البيتية بشكل مريح أما بالنسبة للبيت الخامس فيعني تقريبا العاطف اليوم عندك جياش شوي أو عندك رغبة للتواصل مع الحبيب أو أنك تلاقي الحبيب خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعمل خلال هذا النهار وفيه منك رح يهتم ببعض الأمور الصحية أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي فأنا شايف روتيني تماما ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت الثامن يعني فيه نوع من أنواع ضغط عليك بسبب الأموال المشتركة اللي هي الأموال اللي ما بتعود لك إما ديون أو التزامات أو قروض أو تحويلات مالية أو أمور إلها علاقة بالبنوك أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأمور فلسفية أو دينية أو حتى أمور إلها علاقة بالدراسة أو الأوراق القانونية كلها بتدعمك بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة برضو جيد بيدعمك بقوة وفيه نوع من أنواع الأشياء الإيجابية ولكن من قولك دير بالك حاول أنك متخالفش القوانين خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف اللي مرعى مستوى بيت الأصدقاء جيد بيدعمك فممكن اليوم إما صديقي بشرك بخبر معين أو يصير تواصل ما بينك وبين صديق لحل مشكلة معينة أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد برضو بيدعمك بقوة فممكن اليوم تنجز بكل راحة بعض الأعمال الضرورية والمهمة يأتكثر عندك التنقلات والاتصالات وفيه منك رح يهتم بشؤون إلها علاقة بصحته أو مراقبة وزن أو تغذية أو أشياء من هذا القبيل طبعا يا برج الحوت معروف أن القمر بما أنه في الدلو وما زال في بيت متاعبكم هذا آخر يوم وبعدين إن شاء الله الأمور بتفرج عليكم حاولوا تتحملوا الفترة هاي إيش حنوحالكم بطاقة إيجابية صحيح أنه التعب بسيطر عليكم لليوم الثاني على التوالي حاول أنك تنظم أمورك ومحافظة على صبرك المعهود أثناء تصريف أمورك والتعامل مع الغير ممكن تتذمر من تأخير أو من سوء تفاهم أو التباس معين حاذر من البدء بأي إشي جديد ما تسمح للقلق أنه سيطر عليك يعني لأنه ممكن يمنعك شوي من العمل ممكن شوي يصير في عندك قلة في النشاط نظم أمورك وضاعف المجهودات على أساس أنه ما تخلي هاي الأمور الضغطة تسيطر عليك بما أنه القمر موجود في بيت المتاعب معناته بيت نفسية برضو روتيني وبرضو بيحمل نوع من أنواع التقلب على المستوى النفسي خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد على المستوى الأمور المالية فممكن اليوم تشعر ببعض التحسن المالي أو بعض الانفراج المالي أو تهتم ببعض المسائل المالية اللي بيشتغلوا ممكن يحصل على بعض الأموال اللي بتجي من عمل إضافي بس قللوا من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه جيد برضو على مستوى الاتصالات والتنقلات والاهتمامات حتى بسيارات أو بأجهزة التليفون النقاشات التسويق كلها هاي أمور جيدة وبتدعمك بقوة في ممكن يصير فيه نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف على مستوى البيت أنت مضغوط يعني متراكمة بعض الأمور عندك أو خلاف أو سوء تفاهم على مستوى البيت ممكن شوي يخليك تحتد أو تعصب أو تنرفز من تصرف معين حاول أنك تنجز العمال الضرورية والمهمة وحاول أنك تتجنب أي خلاف على المستوى العائلي أما بالنسبة للبيت الخامس حتى على مستوى العاطفي اليوم برضو شايف أنا فيه نوع من أنواع الضغط بيخليك أما تقلق بشأن حبيب أو بشأن شيء بتعلق في الحبيب يعني مشكلة ضرف معين بتحاول تساعده في حلها ولكن عصبيتك وتوترك شوي بحد من قدرتك على العلاج أما بالنسبة للبيت السادس فاليوم ممكن أنك تقصر في بعض الأعمال أو يتراكم عندك بعض الأعمال وبرضو ممكن وضعك الصحي شوي هيك يكون يعني تشعر ببعض التعب ببعض الإرهاق بدك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى بيت الشراكة فبدعمك وبيعزز ما بينك وبين الشريك وممكن يعمل نوع من أنواع المقابلة أو التلاقي على نقطة معينة أو حل مشكلة معينة أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور المالية المشتركة شوي فيها روتين فعشان هيك ممكن تقلق بشأن مالي أو التزامات زيادة أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى الاتصالات والنقاشات خصوصا لبعيدة وفي منك رح يهتم بأوراق أو معاملات الحلاقة بالسفر أو بأشخاص خارج البلاد أو حتى أوراق قانونية أو امتحانات جامعية أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد برضو على مستوى بيت السمعة يدعمك بقوة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة ولكن بالاعتماد أو بمساعدة صديق أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء شوي بيشكل لك برضو نوع من أنواع التوتر ممكن من قلق أو من سوء تفاهم أو مثلا طلبة شيء من صديق ففشلك فيه أو أجلك للفترة القادمة فهذا إشي أزعجك أما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرنا في بداية التوقعات هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر